بصرخات وويلات توجع القلب وتدمع العين يودع الشهداء في قطاع غزة وكان لوداع خليل أبو حمادة حكاية أخرى فلم يبقى طفلا ولا شيخا ولا سيدة من حيه إلا وبكى وداعا لهذا الشاب البالغ من العمر 19 عاما يقول لك يا أمه كل خليص يجي وليش يجي لك يا أمه عشان إيش يا أمه سيف لك يا أمه والله حفظي والله يبدو غشي باللي أمه تعيثي مين يمه بجوغش باللي أمه وبعد فرح لهم يمه كلها يمه والله كان يشعر لأصحابه يا أمه والله كان مين مجوان رايح يا خليل يمه صعب يمه خليل وحيد عائلته الذي انتظر والديه 13 عاما ليرزقوا به وبغارة إسرائيلية يرتقي شهيدا وذنبه أنه خرج برفقة صديقه للإطمئنان على أهل حيه في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ليعود لمنزله محمولا على الأكتاف كان حلم أم خليل مثل أمهات العالم أن تفرح بزواج ولدها الذي بدأت الاستعداد له مع زوجها لتجهيز شقته السكنية إلا أن الطائرات الإسرائيلية سرقت هذه الفرحة التي لن تتحقق أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا